سنة عدت وسنة كان فيها كثير من المشاكل والتغيرات الاجتماعية ومن ضمنها وأكتر حاجة يمكن حسينة بيها كلها كلنا هي طبعا الحالة الأمنية والتواجد الأمني في الشارع المصري واللي كان عليها علامات استفهام كتير جدا وكان فيه فزورة كده هي الشرطة غايبة لإيه اللي بيحصل وعندنا نسأل كتير لحد ما في الآخر تم تعيين لواء محمد إبراهيم وزير للداخلية وبدأ يكون فيه إحساس بتواجد فعلي على الأرض للشرطة وعودة تدريجية للأمن مدى هذا التواجد وجدواء وهل هو تواجد شكلي ولا لأ وهل هو بأني طاقة وإيه اللي ناقص وإيه اللي متوقع وإيه اللي احنا عايزينه عشان نحس تاني بأمان بجد وبتواجد حقيقي ده اللي هنعرفه من خلال بقرة أعتقد أنها مهمة جدا وحيكون بيديناورنا وإيولينا رأيه في هذا الموضوع الخبير الاستراتيجي الدكتور سعد السنة صباحة خير أهلا بيك يا شكري صباحة نور تساؤلات كتيرة قوي صح؟ والله إنت قادرها هو طبعا إحنا كلنا لمسين أن أو بعد الثورة كان فيه مشكلة أمنية الحية في مصر وكانت مشكلة خطيرة لأنها وقفت كل حاجة في مصر والناس كانت مرعوبة في حالة رعب والغاية قريب الحقيقة احتمال الظروف اللي إحنا كنا فيها ظروف الثورة وخروج الجزء كبير من اللي كانوا في السجون السلاح بعد كده السلاح اللي دخل من ليبيا بعد كده انضمام أطفال الشوارع وبعض الناس اللي ساكنة في العشوائيات لميدان التحرير وبدأوا ياخدوا شكل عنيف أكتر الحال الاقتصادية السيئة ودي ساعدت حتى لنص مجرم بدأ يعمل تنظيم ويشتغل موضوع العربيات والسلاح والمخدرات الفترة الأخيرة والخطف والخطف من نسبة الفترة اللي هي قبل لحاجة سيد الوزير المحمد إبراهيم هو كانت مقصود طبعا يبقى فيه حد وزير زي السيد منصر عساوية على أساس أن كانت الأمور فيها نوع محتاجة حد عائل حد كبير حد يهدي الأمور شوية بين المجتمع المدني أو بين الناس وبين الدخلية لأن حصل لا هو طولت شوية فقدى لنتيج عكسي وإحنا لحاجة آخر شهرين كناس مهتمين بالشأن العام المصري طلبنا أن ما احترامنا للسيد منصر عساوية كان راجل فاضل الحقيقة أنه يستبدل بشخصية إحنا عاوزين أمن الأمن عاوز شخصية قوية خاصة الأمن الجنائي إحنا في مشكلة أمن جنائي مش سياسي سياسي ده كان قبل كده لكن إحنا في مشكلة أمن جنائي الناس كلها حاسة بعدم الأمان أعتقد أن من شهر من ساعة ما جاهل الوزير الجديد الدنيا بدأت تتغير بقى فيه تواجد وعمل حاجة كويسة الوزير الجديد لأول مرة في تاريخ الداخلية نسمع عن وزير داخلية في كمين نسمع عنه في كفر الشيخ في الغربية في بنسويف في الفيوم الحاجة ده توجه جيد من الساد الوزير حاجة تانية أنه فيه أحصيات إيجابية جدا لما نبص عليها نحس أنه ما كانش بتاع سينما يعني ما كانش شكل فيه أحصيات جيدة جدا بتعلن عنها الوزارة الحية على الموقع بتاعها كل فترة أو الأمن العام الدلالة لأن فيه نتيجة وإحنا أعتقد أن الأسبوع ده أفضل من الأسبوع اللي فات وهكذا وبعنا عندنا حاجة برضو وإحنا يجب نحن ناخد بالنا بالها عشان بعض الناس تاخد بالها إحنا عندنا تجربة الانتخابات تجربة جيدة جدا لما وقفت الشرطة مع المؤسسة العسكرية مع الجيش والناس عملت الدور اللي عليها طب ما نكرر التجربة تاني يعني الأمن محتاج أن الناس لازم برضو متبادلة متكاملة لازم ناخد بالنا أن الوزارة مهما كانت لوحدها مش هتقدر تأمل كل حاجة المواطن لازم يتعاون لأن احنا بقى فينا شوية سلبية لازم نفهم الضرم متكاملة هل هي سلبية ولا هل هي إنهاك يعني ما هو خليب يعني نتفك لنا برضو أن زي ما قلنا تاني ستنة لفات كانت سنة صعبة والمجتمع منهك ومرهق نفسيا وعصبيا من الظروف اللي حكوننا فيها فطبيعي أن هو عايز بقى يقول إيه يريح لأ إحنا ريحنا جامد إحنا ريحنا جامد ونتيجة التريحة الطويلة وخروج برضو لا دا ما قبل 25 لا اليوم السنة اللي فاتت الحقيقة زاد إنهاك المجتمع بما فيه المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية قص مسلحة إحنا شايفين كل الناس طالعة كل الناس لها مطالب كل الناس بقت بتامن اللي هي عاوزها بقى فيه خلط بين الحرية وبين الانفلات اللي إحنا فيه فيه حالة انفلات الحقيقة هي مش انفلات أمني هو انفلات سلوك أو أخلاق إنك النهاردة يحصل بحادثة على طريق تقطع القطر كل يوم بنا بنشوف اللي بيحصل هذا الكلام الحقيقة أخلاقي طبعا سلوك وأخلاقي احتمال لإن الناس كانت مضغوطة الفترة اللي فاتت وجد فرصة ما هي تعبر لكن إحنا ثقافة الحوار ثقافة تناول الموضوعات إحنا ما تربناش عليها وما تعلمنهاش ودي مسؤولية الفترة اللي جاية مسؤولية التعليم مسؤولية الإعلام مسؤولية المؤسسات الدينية مسؤولية البيت لازم نرب الناس أو أولادنا على إن المرحلة القادمة طالما أنها ديمقراطية وإحنا طالبين بالديمقراطية نفهم المعنى الحقيقي للقيم الأخلاقية اللي منها الحرية وإيه اللي هيحصل خالطه طيب نسأل الشارع نسأل الناس رأيهم إيه في عودة الأمن إلى الشارع ونرجع تاني نكمل كلام دلوقتي هو الواضح لأن أنا برجع من شغل من مدينة السادات يعني فيه كمان على الصحراء وزادت دلوقتي كالأول ما فيش طبعا حتى هيئة من وزرية داخلها السابق ما كانش فيها أي حاجة دلوقتي بقى فيه أكتر من كمين نشكر وزارة داخلها الجديد يعني على إنجازاته اللي احنا شايفينها بس يعني احنا عايزين الأحسن بإذن ده إن الأمن يرجع إن شاء الله أكتر من كده بكتير يعني مئة في المئة نوعا ما أنا حاسس إنه فيه يرجع بس مش في كل حتة الأمن رجع أحسن من الأول طبعا بكتير بس برضك مش بشكل واضح برضه عشان لسه برضك الرئيس ممسكشه كده بس هم متواجدين في كل مكان وبيعملوا أكمينة وبتاعوا بيفتشوا يعني شايفين شغلهم أو من ساعة ما وزير الداخلات جديد ميسك لسه الأمن مرجعش مية في المية هو دلوقتي بقى أحسن من الأول وبالنسبة دلوقتي البلطغية قلت والناس اللي كنا بنشوفها في الشوارع بتثبت الناس وبيخدمهم العربيات والكلام دوات فالعملية ابتدأت تقل الأمن بقى عشرة عشرة دلوقتي وبقى فيه أمان ومبقاش فيه أمور بلطغة ولا أمور يعني عصابة ولا أمور كده مفاجد لوقتي خاص هو أطلقه رجالة يعني السيدات يعني من أكتر الفئات المكتبعية اللي كانت فعلا السيدات قاعدة في بيوت ما خافه فاعده في البيت اللي في شارع الراجل وهو أنا هقولك على حاجة هو الحقيقة الكلام ده تقريبا معيار مصبوط للحكم على الأمور في حصل نوع من التهديها العامة بعد ما مجرد أن الشرطة تنزل وبعدين يتقلل في بيانات إن هي تم القبض على كذا وضبطي كذا ده في حد ذاته بيطم من الناس لكن الحقيقة فرصة أن أنا أطلب من السيد وزير حاجة الوزير اللي واحد مش هامل حاجة فيه قطعات في الوزارة الحقيقة ليه ما بتتفعلش يعني عندك شرطة النقل والمواصلات دي أنا مش عارق أنا مش ختمش الحقيقة ده موضوع فيه ملافرين الحقيقة التموين والمرور التموين لا ما أنا هقول لحضرتك الحقيقة إحنا بنتمنى إن يبقى فيه نوع من العدلة في التفعيل والعشوائيات لأن أنا أعتقد إن اللي بيشتغل ناردة في الوزارة اللي بتحركه أعتقد إن هي نسبة لا تزيد عن 20% من نسبة لقوة وزارة الداخلية ويستطيع الوزير إن هو يفعل يوصل هذه النسبة خلال أسبوع ل70% نازل ما هو بتشوف الوزير اللي واحد ما يقدرش يمن حاجة وشخص واحد ما يقدرش القيادة شوف إذا كانت قيادة فالمطلوب أنا بقول إن الوزير مش مطلوب منه ينزل يروح يقف كمين وينزل وينزل الأماكن لكن بما إنه مؤمن بأن كان فيه ثقافة معينة داخل المؤسسة يجب أن تتغير فبيقض بنفسه هذا التغير لكن أنا بعتقد إن أنا ليه إن هو يرجع تاني يدي وقت للمكتب ويفعل يتابع التفعيل يعني عندك شورة تنقل المواصلات أنا بعتقد لها دول خطر جدا احنا ما بنشوفهش التموين زي ما بتقول المرور المرور بيشتغل لكن محتاج عادة نظر فيه أماكن كتير في الداخلية الحقيقة القوة فيها سواء كان زباط أو أفراد الشغل بتاعهم قليل جدا ليه ما نفعلش كل هذه القطاعات ده مطلوب الحاجة التانية منظومة التدريب في وزارة الداخلية مهم جدا إن الزابط ياخد دوراته التدريبية على إنه يبقى زابط مشارك أو فاعل وبطريقة أكثر إيجابية من اللي بيحصل النهاردة أنا بعتقد إن ده هياخد وقت شوية زي ما حصل كسر المؤسسة الأمنية بشكل تراقمي أيوة برضو المؤسسة الأمنية هتقوم لكن بشكل تراقم بس بدون الشعب بدون مساندة الناس صعب إن إحنا يعني مساندة الناس هي عبارة عن فيتامين بيزق أسرع أو بيدي القطارة الأمنية قدرة وسرعة في الوصول اللي إحنا عاوزين وإحنا مش هنفتح بقى الكلام تاني في الملف القطلة بحثة على مدى السنة اللي فاتت اللي هو وأصل الثقاف اللي رجل الشرطة انتهت واحترام رجل الشرطة بين الشارع انتهى وكلام ده كله لأن أعتقد إن مفروض يكون بقى عدل أوان ده لأن مفروض يكون انترافين حسوا بأهمية وبشكل العلاقة بينهم يجب أن ننتبه لنقطة خطيرة جدا إن تكسير المؤسسة الأمنية هو تكسير لهي بالدولة وده في خطورة علي أنا كمواطن لأن أنا حابة شوف كتير في البرامج الإعلامية خلال الفترة اللي فاتت في ناس ما لهاش شغلانة غير تصديط الضوء على أخطاء الشرطة وخلصوا على الشرطة بدأوا النهار ده يصلطوا الضوء على المؤسسة العسكرية الكلام ده يجب أنه نفهم عاجة اللي يقول هذا الكلام يجب أنه يتوقف ويرعي ربنا في الوطن لأن الكلام ده معناه أنك أنت أنهيت المؤسسة الأمنية وبدأت تشتغل النهار ده بنينهي المؤسسة العسكرية والحقيقة ده موضوع بيؤدي في الأخير لإسقاط دولة إحنا لازم ناخد بالنا من إيه اللي نقوله وإيه اللي مش نقوله وبعدين الحياة بقت كتير من البرامج في كتير من القروات بقت بتجيب ناس بتفتي الفتوى بقت النهار ده في كل مجال وفي كل مكان هو ده خطير إحنا يجب أن ناخد بالنا كمواطنين إنه يجب أن يبقى فيه مصالحة ذاتية بيننا وبين المؤسسة الأمنية وبين الشرطة إذا كنا عاوزين الفترة اللي جاية نعيش في أمان أما الاستمرار في تكسير هذه الهيبة فهو تكسير لنقواطن وإحنا يعني ناخد بالنا من المقطة دي بس وهو خير المتفق برضه إنه فيش مانع ده مطلوب إنه إحنا نبص على السلبيات يعني ده ماشي أوكي وهو الإجابات مهمة ضروري فيه سلبيات في المؤسسة الأمنية لا يستطيع حد ننكر ولكن إذا كنا بنخصص فهذا ظلم المؤسسة الأمنية وأنا لو أدافع عن المؤسسة الأمنية أنا بدافع عن قيم الوطن اللي يجب أن نتحفظ قدامها الصحة فيها المحليات فيها العهد الفات حول ودائما بقول هذه لابار حول فساد الإدارة في مصر إلى إدارة فساد بقنا بندير الفساد إذن كل مؤسسات الوطن وكل هيكلك التنظيمية كان فيها فساد إحنا بس عشان المؤسسة الأمنية لهوضع خاص فإحنا بناخده بحسسية أكتر على الأرض كمان بحسسية أكتر لكن لا يجب أن إحنا نفضل نكسر في هذه المؤسسة لأن هي المؤسسة هي العمود الفقر الأمن القومي اللي حصل فيه اهتراق في الفترة اللي فاتت ولذلك من هنا بقولك الناس النهار ده أنا مبارح سمعت مزيع في الراديو مص بقول كلام غريب الحقيقة مزيع مش ضيف بقول الجماعة اللي طبعين أجندات عليها 25 يناير عيد الشرطة يجب أنهم يحرقوها فورا هذا الكلام خطير ومن حد بيوجه وإحنا في مرحلة عادة تشكيل رقيعان في الوطن الشرطة جزء منك هو أنت لو النهار ده في بيت أنت أب بيت وعندك خمس أولاد واحد غلط بتطلق أمهم وتماشي الواد لا يمكن طبعا لا يمكن طبعا أنت المفروض أنك أنت هو الولد اللي كان فالح عندك هو الكبير اللي بيزبط الأداء بدالك بقى أنت المفروض أنك نتناول موضعنا بأمانة وطنية أكتر بشوية طيب خيامة لك يا فندم وبشكل بقى عملي على الباعة الجائلين والتوصيب ما بين الداخلية وبين المحليات وصلنا لإيف ده الصعب شوية شوف أولك على حاجة برضو إحنا لما تيجي تعمل استراتيجية لتناول كل مشاكلك الأمنية في مصر هي الملفات أخلا هي الملف فيه ورق كتير فيه أولويات النهاردة البلطاجية والتنظيمات اللي عاملة في المخدرات وما إلى ذلك والعربيات والطرق والخطف أنا بعتقد ديها لها أولوية قصوى الملف ده أنا أعتقد خلال أسبوع أسبوعين بالأرقام هاية لم ومع هذا مدير أمن القاهرة اللي هو محسن مراد عامل حاملات كويسة جدا مدير أمن الجيزة عامل حاملات كويسة جدا هناك حاملات لكن أنا بعتقد أن فيه أولويات وإنت برضو مهما كان أنت عندك قوتك في المؤسسة الأمنية محدودة ماشي؟ لكن بالتفعيل زي ما قلت باقي قطاعات الوزارة بالمتابعة هتقدر تكمل ملفاتك ده ماشي الباقي الجائلين بس فيه أخطر من كده موضوع الأطفال الشوارع ده إحنا أنا بعتقد أن اللي خرب الثورة وحولها من ثورة الأزمة اللي إحنا فيها النهار ده هم أطفال الشوارع إلا أنه إنت لو إنت ده قاتف اللي بيحصل ده لا يمكن يبقى مواطن عادي لا يمكن يبقى سائر اللي بيعملوا ده واحد ما عندوش لا المجتمع ولا لأي حاجة ما عندوش حاجة ما عندوش قيم نهائي ففي أهم من يعني إذا كنا بندور على اللي بيحصل في الشارع أطفال الشوارع والعشوائيات وبالمناسبة المجلس الأعلى نشوف تنبارح كان فيه تقرير ما هيعمله يوم السبتة أو الحد يوم الحد مؤتمر تنسيقي عن الجزء بتاع العشوائيات وأطفال الشوارع المفتي الحياة الدكتور علي جمعة عمل حاجة اسمها مبادرة الأمة المصرية وعمل مشروع قامي خلال الفترة اللي جاية برضو تتناول أطفال الشوارع والعشوائيات فدي كلها دمعة دخلية مع بقية الوزارات اللي نايمة لو كل ده فعل نشاطه أعتقد أن احنا خلال فترة قريبة جدا ممكن نقفز على اللي احنا عاوزين ما ننتظرش بقى وما نختلفش كتير احنا لسه لحد النهار ده دستور الأول ولا مش عارف الرئيس الأول هنلغي ولا هنكمل أنا بعتقد أن هي المؤسسات السياسية خلال فترة اللي جاية قريدي لغاية شهر 6 هتستكمل صار في النظر القطار ماشي في قضيب مظبوط ولا مش مظبوط لكن الأهم من كده لأن ده صراع النخبة أنا بدور على احتياجات القاع بعتقد من هنا لشهر 6 لو تم تفعيل كل مجهودات الوطن وبتصب في اتجاه واحد هنبقى أفضل بكتير من اللي احنا فيه المأرض يعني أكيد نتمنى بس خيارة نتكلم على السياحة وعلى مساهمة عودة الاستقرار أو عادة الأمان في الشرع المصري هل رجوع السياحة تاني هو أصلا هل فعلا لأن فيه وجهة نظر سياحية كمان وخبراء سياحة بيقولون لا مش صحيح يعني هل غياب البوليس أو غياب الشرطة على الأرض أثر في السياحة اه طبعا أسرع لحاجات كتير مش حتى فيه عندك فيه حاجة جديدة كمان حاجة لأولانية الملف الأمني هو الأساس اللي تقدر تبني عليه أي أمال أو طموحات عندك في الوطن لن يكون عندك ملف اقتصادي سليم بدون ملف أمني انسى هذا الكلام حتى مش للإستثمارات المحلية لا إستثمارات أجنبية هتدخل لك ولا إستثمارات محلية هتضخ النهاردة كله بيعمل عملية تقليص لأنه مفيش أمن الحاجة الجديدة بالنسبة للأمن السياسي بقى اللي هو اللي اتاخد عن الطيار الديني لما بدأ يخوف الناس ويجب أن احنا نقول لهم حاجة تصريحات الأخوة في الطيار الديني وإحنا كلنا مصر شعب متدين خد بالك أنه بتبني عليه استراتيجيات بره سواء كانت سياسية أو اقتصادية ومنها الجزء السياحي عشكت عبر توصيقة الأزهر إن هي تحاول ترد على هذا التعادل الوسطية الأزهر نافذة للدين الوسطي لكن أنا بكلم الأخوة سواء كان الأخوان أكثر زكاء نحيا وأعتقد أن هم فاهمين فاهمين السياسة الأخوة السلافيين يجب أن احنا ناخد بالنا من التصريحات بتاعت السياحة بتاعت الخمور بتاعت الشواطئ مش عارف إيه الكلام ده أنا عندي علمي بأن شركة من الشركات الدانيمرقية اللي لها في مصر تلاتة مليار دولار استثمارات بتصفي هذا الأسبوع إحنا عندنا كم تلاتة مليار دولار عشان نسمح بالكلام ده إذن الملف الأمني والخطاب الديني أو الخطاب السياسي للتعادلات الدينية المزمع أنها تقود البلد خلال فترة الجاية يجب أن احنا نستبدله ونراعي المسئولية أخيرا يا فندم في النقطة سريعة جدا ما هي أولويات الشرطة في الفترة المقبلة لحد شهر ستة على قلة يعني من وجهة نظرك أنا بعتقد الأمن الجنائي هم مشين فيه كويس لكن هم محتاجين تفعيل باقي القطاعات وخلوا الوزير يدوله فرصة بقى أن يرجع الوزارة يقعد يوم واثنين في الأسبوع ما يشغلش نفر لأنه دلوقتي شغال نفر لا يرجع ويبقى وزيري لأنه الوزير مش دوره يعمل كده وزير محتاجين منه رؤية ومحتاجين منه تغيير ثقافة المؤسسة الأمنية مش زي ما بيقولوا تغيير هيكلة الوزارة والنقسر في الناس والموت في الزباط الكلام ده طبعا كلام مش مسئول احنا محتاجين أعادة هيكلة الوزارة بشكل فني وتغيير ثقافة المؤسسة الأمنية السيد رأس الوزراء من كاميون كان بيقول محتاجين تغيير العقيدة الشرطية هو طبعا ما فيش حاجة اسمها العقيدة الشرطية ممكن يبقى فيه العقيدة القتلية في المؤسسة العسكرية لكن الثقافة الثقافة الأمنية مطلوبة ودي مش هتكون إلا بمنظومة تعليم وتدريب منضبطة ووعية لازم يتغير الكلام ده لازم يتغير لكن مش بالعافية وناخد بنا تغيير الأوطان تراكمي مش الفوضى الخلاقة والكلام الجديد اللي احنا بنردده لا الكلام ده هاخد وقت أطول لكن طالما هناك إسرار وأمانة وإرادة سياسية لتغيير ثقافة المؤسسة الأمنية اتحقيق الأمن الوطن أعتقد أنهما جزء كمان يجب نحن أخد بنا منه قبل ما ننهي تمكين زابط الشرطة ما ينفعش أننا زابط الشرطة لغاية النهاردة العميد اللي عنده 3-4 عيال وبيقضي خدمته في أي مكان بيأخد 1500 جنيه 1800 جنيه الكلام ده ما ينفعش حد الأدنى الأجور حتى ما ينطبقش عليه يجب نحن نمكن الناس عشان تشتغل صح ويجب يبقى فيه عدالة في المؤسسة الأمنية ما فيش عدالة انطقائية في عندك رائد بيأخد 1000 جنيه ورائد بيأخد 10,000 جنيه دي ليست عدالة يجب نحن ننتبه إلى الجزئية دي نقصد أن أنت تحسين داخلي يرتب البيت الداخلي وتلقائي أو ده متوازي مع العمل في الشارع نتمنى ونتمنى فقر أن كل الأحداث اللي هم نسمع عنها هي موجودة يعني هي ما انتهتش بس ممكن نسبتها قلت بس نتمنى أن هي ترجع تاني طبيعية يعني نرجع تاني ما يبقاش فيه خطف ولا يبقى فيه أطلق خطأ ولا يبقى فيه الكلام اللي هم نسمع عنه مؤخر نتمنى يا فنم دكتور سعد الزانت الخبير للإستراتيجي من شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني وخليكم معنا شكرا جزيلا